نشرة لأخبارية مفصلة من قناة البلد الفضائية أهلا وسهلا بكم والبداية بأهم العناوي الكاردنال يزور الشيخ موسى هلال ومن ناوي في إطار زياراته الاجتماعية واستجلاب مزيد من المعدات الأرضية لمطار الخرطوم الدولي سيف تيري يخضع للتأهيل العلاجي بالعاصمة القطرية الدوحة إلى التفاصيل بعد هذا الفاصل أهلا بكم مجددا وإلى الأخبار مباشرة حيث توقع يوم غد الاثنين بقاعة الصداقة أكثر من سبعين حزبا سياسيا وتحالفات وتكتلات مجتمعية ومن الإدارة الأهلية والطرق الصوفية ولجان مقاومة على الإعلان الوطني لدعم السيادة والتحول الديمقراطي في خطوة نحو اختيار رئيس وزراء متوافق عليه لإدارة الفتاة الانتقالية قبل الانتخابات المقبلة تأتي مسودة الإعلان الوطني التي تجري المشاورات حولها تحت شعار من أجل التوافق السياسي عبر الحوار السوداني السوداني جاء في مقدمة المسودة نادت ثورة ديسمبر المجيدة بقيم الديمقراطية والحرية والسلام والعدالة وبدل فيها الشباب اروحهم والطاهرة ودماءهم لتستكمل حلقاتها بانحياز القوات المسلحة والنظامية لخيار الشعب السوداني ليعقب ذلك فتاة انتقالية متعترة ومريضة ووثيقة دستورية مليئة بالثقوب كان الحلم أن تؤسس تلك الفتاة الانتقالية لمشروعا وطني جامع يقوم على التوافق والمشاركة الشاملة لكل قطاعات الشعب السوداني ويلبي أشواقه في الحكم الرشيد ولكن نتيجة للفشل الذي صاحب هذه الفترة شهدت البلاد تدخلا سافرا من قوى أجنبية بسبب الفرقة والاختلاف بين أبناء شعبها عليه وانطلاقا من أدركنا أو إدركنا العميق للمرحلة الدقيقة التي تمر بها البلاد والتي تتطلب أقصى درجات المسؤولية الوطنية تجاه الفشل والاختراق التي يتوجب التصدي لها بما يستحق من جهد وطني صادق يضمن وحدة الوطن وكرامة شعبه وتحقيق طموحاته وأماله في التنمية والديمقراطية المستدامة نحن وعليه نحن الموقعين أدناه من قوى سياسية مدنية وشبابية ومجتمعية وأهلية وطرق صوفية واستشعار منا بأبعاد الأزمة السودانية في ظل الاختراق الكبير للسيادة الوطنية ورغبة منا في مناهضة كل ما يؤدي لزعزعة الأمن والاستقرار وللإسهام بفعالية في بناء مستقبل السودان الحر الأبي بتحقيق التوافق الوطني عبر حوار سوداني سوداني يرعى المصلحة العليا للبلاد وخصوصية مجتمعها ومن ثم إيمانا منا بأن ذلك لن يتم إلا باستفاف وطني جامع وحوار سوداني سوداني توافقي يتبلور فيه موقف موحد يؤسس لبناء دولة رائدة ومستقرة ويفضي لانتقال ديمقراطي يرد السلطة للشعب عبر انتخابات حرة ونزيهة فإننا نتقدم بهذا الإعلان السياسي الدعم للتحول الديمقراطي وسيادة الوطنية ونعلن ونتواتق على رفض التدخلات الأجنبية دفع القائمين على الأمر وصناع القرار لإعلان وطني على التوافق واختيار رئيس الوزراء وإنهاء الفراغ الدستوري وتهيئة المناخ المناسب للحوار وفي إطار معايدته وزياراته الاجتماعية لعدد من القيادات الحزبية والطرق الصوفية والرموز الوطنية زر الدكتور أشرف سيد أحمد الكاردنال الشيخ موسى هلال زعيم قبيلة المحميد في منزله بالخرطوم كما زر القائد مني أركي أركو مناوي حاكم إقليم دارفور في زيارة حية تفقدية ودية تبادل فيها أطراف الحديث حول السودان ومستقبله والأوضاع الاقتصادية وأتمنى كل منهم للسودان الاستقرار والأمان والسلام استقبلت وزيرة الخارجية الكندية ميلاني جولي اليوم سفير السودان لدى كندا السفير طارق أبو صالح ذلك خلال حفل الاستقبال الذي نظمته الوزيرة مع رؤساء البعثات الدبلوماسية المعتمدين لدى كندا وتحدثت الوزيرة عن الأهمية التي توليها كندا لعلاقاتها بجميع دول القارة الأفريقية وأكدت دور كندا في أفريقيا وبناء الاستقرار والأمن حول العالم وعبر سفير طارق أبو صالح سفير السودان لدى كندا عن تقدير السودان للدعم الذي ظلت تقدمه كندا للسودان خلال الفترة الماضية متمنيا مواصلة كندا دعمها للسودان لإنجاح الفترة الانتقالية وصولا إلى الانتخابات هذا وأكدت الوزيرة على أن كندا ستواصل دعمها للسودان خلال المرحلة المقبلة وتمنى الجلوس كل الأطراف على مائدة الحوار ووصولهم لتوافق لإكمال الفترة الانتقالية وإجراء انتخابات تفضي لإرساء ديمقراطية مستدابة كما التقى سفير طارق دكتور روب أوليفانت السكرتير البرلماني لوزارة الخارجية الكندية ببينا أن المسؤول الكندي أكد على رغبة بلاده في تمتين علاقاتها مع السودان هذا أشر إلى أنه سيتوجه إلى أفريقيا في جولة ثانية قريبا وعرب السفير أبو صالح عن أمله في أن تشمل جولته المقبلة إلى أفريقيا السودان حيث سبق روب أوليفانت زيارة البلاد مرتين آخرها في يناين للعام 2020 كما التقى السفير طارق أبو صالح على هامش حفل الاستقبال الذي أقامته وزيرة الخارجية الكندية لرؤساء البعثات الدبلوماسية بأوتاوى بوزير الإسكان والتنوع والشمول الكندي أحمد حسين وبحث معه سبل توطيد العلاقات مع كندا ودعم كندا للسودان وقد أبدى سيادته الرغبة في التواصل مستقبلا للتفاكر حول السبل الكفيلة بتعزيز العلاقات الثنائية بين البنادين ودفعها لآفاق أرحب أكد دكتور الهادي إدريس رئيس الجبهة الثورية أن الشراكة في مبادرة الجبهة الثورية ستكون بشكل مختلف وجديد يحفظ لأي طرف دوره ومهامه دون أن يتغول طرف على مهام واختصاص الطرف الآخر مشددا أنهم ضد تغول المؤسسة العسكرية على سلطات الأطراف الأخرى وقال دكتور الهادي أن على جميع الأطراف تقسيم وتحديد أدوارهم خاصة وأنه في الفتاة الماضية تكونت المؤسسات بشكل أدى إلى تداخل الاختصاصات وعليه فإن المبادرة سعت على شراكة إلى شراكة تحدد دور ومهام المؤسسة العسكرية وكذلك القوى المدنية واختصاصاتها خلال الفترة الانتقالية وضف أن الشراكة التي تمت في العام 2019 أفضت إلى الوضع الذي نعيشه الآن بعد الخامسة والعشرين من أكتوبر الماضي وأكد الهادي سعيهم الجاد عبر المبادرة والحوار الجاد إلى سحب السلطة وإعادتها للمدنيين قائلا ما عندنا خيار غير داع أي كلام تاني سيقود البلد للإنهيار من جهة أخرى على الحزب الأمة القومي وعلى اجتماع المكتب السياسي عن تجاوبه مع الآلية الثلاثية لإنهاء الأزمة بجانب تحذيره من مخططات تقودها قوى الردة والانقلابيين لتسميم الأجواء وقطع الطريق أمام أي حوار يفضي لنتائج جذرية لحل الأزمة وكان المكتب السياسي قد عقد اجتماعها اجتماعا هاما وأصدر بيانا للرأي العام ترحم في مستهله على أرواح شهداء الثورة المجيدة وتمنى الشفاء العاجل للجرحة والعودة للمفقودين كما اشهد بأنشطة الأمانة العامة خلال افطيلات شهر رمضان المعظم وضمن جدول أعماله استعرض عددا من التقارير حول الوضع العام في البلاد والملتقى التحذيري الذي دعت له الآلية الثلاثية والأزمة في دارفور وبعد نقاش مصطفيد توصل للآتي أولا يؤكد الحزب موقفه الثابت بالترحيب بأي مسعى جاد للحل السلبي وفي هذا الإطار يجدد دعمه للآلية الثلاثية والملتقى التحذيري المغترحة وأيضا أعلنت المنظمة العربية للتنبية الصناعية والتقييس والتعديل التابعة لجامعة الدول العربية تقديمها للدعم لترشيح جمهورية مصر العربية لنيل مقعد في مجلس إدارة المنظمة الدولية للتقييس الإيزو للفترة من العام 2023 إلى العام 2025 وقال المهندس عادل سجر المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتقييس في تصريح صحفي أن الدعم يأتي في إطار تعزيز تواجد الدول العربية في مجالس إدارات المنظمات الدولية والإقليمية ورئاسة اللجان العاملة في مجال التقييس ليكون لها دور في اتخاذ القرار هذا وأضاف أن الدعم أن دعم مصر يأتي لما حققته من نقلة نوعية في مجال التقييس والجودة على الصعيدين الوطني والعالمي مؤكدا دور المنظم المستمر في التنسيق وتوحيد مواقف الدول العربية وطالب الدول الأعضاء بالمنظمة الدولية العربية بالتعاون في هذا الصدد أعلنت وزارة التربية والتعليم بولاية الخلطوم انطلاق امتحانات الفتاة النهائية للصف الأول والثاني للمرحلة الثانوية أمس بجميع مدارس الولاية وأكدت مساعد المدير للمرحلة الثانوية دكتورة مونة سوركتي في تصريحات صحفية استقرار وهدوء الأحوال بالمدارس جاء ذلك خلال تفقدها لمدارس محلية بحري بحضور مديرة المرحلة الثانوية دكتورة آمن عثمان والمساعد الإداري والمالي الأستاذ عبد الرحمن وداعة وأوضحت سوركتي أن الزيارة شملت مدارس عون الشريف جاسم وحلفاية الملوك غرب وزيد الخير الخاصة والإرشاد ومحي الدين وهب بنات وبحري الحكومية والشيخ حمد وفي السياق نفسه قالت مديرة المرحلة الثانوية بمحلية بحري أن الامتحان سار بصورة طيبة وفق الخطة المرسومة له مثمنة دور المعلمين والمعلمات في تهيئة البيئة لقيام الامتحانات وقف والي الخرطوم المكلف الأستاذ أحمد عثمان حمزة عصر أمس بمحلية جبل أوليا على أعمال إنشاء الجسر الواقي من الفيضان الممتد مسافة 23 كم على شاطئ النيل الأبيض بداية من جسر الدباسين شمالا وحتى ديم البساطة بقرب خزان جبل أوليا جنوبا كأطول جسر واقي من الفيضان بالولاية وأكد الوالي أن أعمال الخريف تجد كامل الدعم من حكومة الولاية مطالبا بضرورة تكتيف الجهود خلال شهر مايو الجاري للفراغ من التجهيزات قبل هطول الأمطار معلدا أن الولاية ستجري اتصالات مكثفة للحصول على دعم إضافي من الآليات من القوات النظامية والشركاء خاصة بعد ورود أخبار من الجهة المعنية بتوقعات هطول أمطار غزيرة في خريف هذا العام حذر مستوردون في السودان من ندرة في بعض السلع خلال الفترة المقبلة ووصفوا حركة الاستيراد الحالية بشبه المتوقفة وقالوا أن معظم عمليات الاستيراد القائمة تعود إلى تعاقدات سابقة ويشكو المواطنون من تصاعد أزمة لشح السلع الأساسية من المحروقات والقمح خاصة بسبب عدم استيراد الكمية اللازمة بموازات تراجع سيولة النقد الأجنبي وأصدر بنك السودان المركزي جراءات وضوابط جديدة للاستيراد سمح بموجبها باستخدام كافة طرق الدفع على الدفع المقدم واستثناء استيراد الأدوية والمستلزمات الطبية والمواد الخام للصناعة ومواد التعبئة للأدوية إلى جانب السلع التي تتضمن عقودها شرط سداد جزء مقدم بالدفع المختلط وأبلغ عدد من المستوردين العربية الجديد توقفهم نهائيا عن الاستيراد بسبب تقلب أسعار الصرف خاصة في المقابل لا يزال بعض التجار يشكون من تحديات استيراد السلع بسبب الإغلاق الذي تم بالشرق خلال الفترة الماضية وفقدان ثقة الشركات العالمية لتخوفها من عودة إغلاق ميناء بورت سودان مجددا وارتفاع تكاليف الترحيل فيما أكدت رئاسة قوات الشرطة أنها شرعت في إجراء تحقيق عادل وشفاف دون تردد وهو واجب حتمي والتزام أخلاقي وقانوني تقوم به الشرطة في مثل هذه التصرفات الفردية التي صاحبت تعامل القوات جوار موقف شروني قالت الشرطة في بيان صحفي لها أن التحقيق يأتي من واجبها الحتمي والتزامها الأخلاقي والقانوني الذي تقوم به الشرطة وبانت أن التحقيق حول ما تنقلته مواقع التواصل الاجتماعي واحد القنوات الفضائية لواقعتي تهور وطيش لسائق دورية الشرطة وسط المتظاهرين وهو سلوك مرفوض جملة وتفصيلة ولا يشبه الشرطة وإرثها الممتد لأكثر من 114 عام في خدمة الوطن والمواطن وكذلك مقطع فيديو لشخص يحمل مسدس وهو يتأهب للقنص والقتل لمعرفة هويته وتحديد تبعيته إن كان نظامي أو متظاهر مندس لكشفه وتقديمه للعدالة بأسرع ما يمكن دون تستر أو محبة لأعطاء كل ذي حق حقه وبيع الرجوع إلى أول خبر المؤتمر الذي سيقام بقاعة الصداقة المؤتمر الذي سيقام بقاعة الصداقة أكثر من 70 حزبا ينضم إلينا الصحفي والمحالي السياسي الأستاذ طلال إسماعيل أستاذ طلال إسماعيل أهلا وسهلا بك كيف تقرأ مخرجات المؤتمر الذي سيقام يوم غد بقاعة الصداقة الذي يضم أكثر من 70 حزبا سياسيا وتحالفات وتكتلات ماذا تعتقد من مخرجات لهذا المؤتمر أستاذ؟ نعم تحياتي لك ولكل المشاهدين الكرام أعتقد أن هذه هي واحدة من المبادرات المطروحة في الساحة السياسية باعتبار أن هناك كثير من المبادرات التي طرحت في الآوينة الأخيرة توجد مبادرات خارجية مثل مبادرة الاتحاد الأفريقي مبادرة الأمم المتحدة مبادرة إيقاد وتم أخيرا جمع هذه المبادرات الإغليمية والدولية في آلية سواسية تضم كل هذه المنظومات الإغليمية والدولية أيضا هناك مبادرات محلية برزت مبادرة حزب الأمة القومي خارطة الطريق مبادرة الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل بغيادة مولانا محمد عثمان المرغني مبادرة أيضا لحكماء السودان ومبادرة المؤتمر الشعبي وكذلك ازعت مبادرات يعني من قبل مكونات مجتمعية وإدارات أهلية وطرق صوفية لكن أعتقد أن يوم غد هو إعلان وطني لما سموه كما جاء في نصف الدعوة للاختيادة ورفض التدخلات الخارجية ومحاولة لتهيئة المناخ لحوار سوداني وأعتقد أن هذه هي خطوة تنسبق خطوة مبادرة الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي المعلن المزمع عقبها خلال يومي 10 مايو أو 11 أو حتى يومي 12 لمسلم عشارة مبنوز الاتحاد الأفريقي ودلوباد في مؤتمر صحفي مؤخرا وكل هذا المشاط الآن في الساحة السياسية هو بالطبع في محاولة لفد الفراغ الدستوري الموجود من خلال عدم وجود حكومة حتى الآن الرئيس لمجلس الوزراء يسير عن بال الحكومة التنفيذية وفي ظل حالة استقطاع سياسي وفي ظل صراع ما بين مكونات الفترة الانتغالية سابقا التي انتهت بإجراءات 25 أكتمر وأعتقد كل ذلك يضع أمام السودانين نصبع عيونهم في إطار حل سواء جاء عبر المبادرة الآلية السلاسية أو حتى عبر الإعلان الوطني للسيادة والانتغال الديمقراطي المزمع توقيعه غدا من خبر 70 أحزاب وتكتلات وإدارات أهلية وطرق صوفية يوم قد لسنين الساعة العشر طبعا بغاية الصدارة نعم أستاذ طلال إسماعيل لماذا لا يمكن التعويل على هذه المبادرات الخارجية المبادرات هي الأسر الشديد كنت أتوقع أن تكون هناك مبادرة واحدة جامعة تجد كل هذه الطروحات التي انتظرها في الساحة السياسية لحل المشكلة السياسية باعتبار أن هناك الكثير من المتشابهات في هذه المبادرات أنا مع ذرا غد نسيت أيضا مبادرة الجفهة الثورية التي غدمتها عقب اجتمالها في إغليم النيل الأزرك وأعتقد كل هذه المبادرات كان يمكن أن تتلاقى هذه القوى السياسية والجفهة الثورية أو الحركات المسلحة وتضع كلها المشتركات وتضع نغاطة الخلاف ثم من بعد ذلك تطرحها في جمعية عمومية تضم كل أصحاب هؤلاء المبادرات وتضم كذلك الفاعلين في الساحة السياسية الجدير بالذكر أن هناك أيضا لاعبين ستاسين آخرين غير موجودين في هذه المبادرات وأعني تحديدا أطراف الحرية والتغيير لإتلاف الحاكم السابق مؤتمر السوداني التجمع الاتحادي المعارض كذلك حزب البعث العربي الاشتراكي هناك أيضا حزب الشيوعي الذي يغف بعيدا عن كل هذه الإطروحات الساحة السياسية السودانية ستتفاعل خلال الأيام المقبلة أعتقد أننا يمكن أن نشهد ضغوطات من أجل تنصيب رئيس مجلس للوزراء من خلال هذا الفراك السياسي وهذا الدمع سواء كان إغليمي أو حتى الإغليم الدولي باعتبار أن هناك الآن ضغوطات تمارس من قبل منظومات داخلية ومن قبل أطراف إغليمية ودولية نعم أستاذ طلال اسمعيل في هذا المؤتمر الذي سيقام يوم غدا هل ترى أن هذا المؤتمر سيرى النور في آخر النفاق؟ هذا المؤتمر يواجه بتحديات عديدة باعتبار أن هناك كثير من التعقيدات التي تواجه هذا الإعلام الوطني لدعم السياسة السودانية وللتحول الانتغال الديموراطي لأن هناك كثير من العقبات أهمها تهيئة المناخ بضرورة إطلاق صراح كل المعتقلين السياسيين سواء من اللجانة المغاومة سواء من الأحزاب السياسية سواء من المجموعات الأخرى هذه واحدة من العقبات المهمة جدا أيضا بناء السيغة مفغوط ما بين الأطراف أو أقصر مكونة العسكري ومغزومات التي تسمى بالمكونة المدنية بشتى اختلافها وبشتى ايدولوجيتها أعتقد أحده من الضروري جدا أن يسارع المكونة الأسكري لبناء هذه السيقة من أجل إيجاد مخرج للأزمة السودانية وهناك كثير أيضا من المطلوبات على المكونة الأسكري أن يفي بها في طار حل هذه الأزمة لأما الأزمة الآن تعقدت جدا وأصارت المواطن السوداني في معيشته وأصبح الوضع الاقتصادي صعب جدا ويحتاج إلى حلول سريعة ولا يحتاج إلى هذا الفراغ التستوري بعدم وجود رئيس للوزراء حتى هذه اللحظة وفي ظل تعقيدات تواجه كثير من المؤسسات الفترة الانتغالية سواء كان على مستوى المحكمة التستورية أو مجلس الغضاء أو مجلس النيابة أو حتى على مستوى المجلس التشريع الانتغالي الذي لم يرى النور منذ 16 أبريل 2019 نعم أيضا دعنا نتحدث عن اختيار رئيس الوزراء يعني من هم المرشحين يعني من وجهة نظرك هناك الكثير من التكتبات السياسية أقول لك كل وضوح قد دفعت بعدة مرشحين أبرزهم يبدو دكتور التجاني سيسي ودكتور كامل إدريس وحتى حتى يعني هناك التجاني خد هناك بعض الأسماء الأخرى التي طرحت خلال هذه يعني خلال والسيد حامد من حامد البشير من حزب القومي كان واليا لجهب كردفان كل هذه الأسماء والشفيف خدر أيضا وعثمان مضوي أبراهيم يعني كل الأطراف تدفع بمرشحين لرئاسة الوزراء وهناك أيضا يعني قوى الحرية والتغيير حتى وإن لم تدخل صراحة عبر المبادرات هي أيضا لديها رأي واضحة ولدارة الفترة الانتغالية وغير يكون لديها مرشح سواء كان عبر المبادرة الآلية الثلاثية التي تعنى بها الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقية والإيجاد وأعتقد أنها قد وجدت قبول بتحفظ من فزب الأمة القومي وهو قد أعلن ترصيبه ومشاركته ولكن ببعض يعني بمطلوبات تهيئة المناخ وأعتقد أننا سنجفى التحولات وكل هؤلاء المرشحين الآن هم يعني قد دفع بهم ولكن لا أدري من سينال رئاسة الحكومة في إدارة الفترة المتقالية ماذا عن دكتور عبدالله حمدوك السيد عبدالله حمدوك هو أحد خيارات طرحت وقد يكون أحد الفاهلين أيضا في الحوار المزمع من قبل الآلية الثلاثية لكن أنا أعتقد وهذا تحليل شخصي أعتقد أن حظوظه ضعيفة الرجل يبدو أنه أصبح زاهدا في العودة مرة أخرى إلى رئاسة الوزراء لأنه قد عاش خلال تجربتين ماضيتين يعني أوقات صعبة جدا ومر بظروف سياسية بالبة التعقيد لأعتقد أنه سيقربها للمرة الثالثة ربما لظروف خاصة به هو سيستغير في إحدى الدول الخليجية رئيس ما ترتيب وضعه في إحدى منظومات الأمم المتحدة حسب المعلومات التي الرشعت أعتقد أنه يمكن أن يساهم في دمع الحوار السوداني بما لا له من خجرة خلال الفترة الانتغالية السابقة ووجد كثير من العقبات والعثرات التي يمكن أن يوضحها الرجل ويضع لها حلول في طار الحوار لكن أن يأتي مرة أخرى رئيسا للزارة أعتقد من باب التحليل الشخصي السابق نعم إذن أشكرك جزيل الشكر صحفي والمحلل السياسي الأستاذ طلال إسماعيل كنت معنا عبر الهاتف شكرا لك مواصلة أيضا في أشأن المحلي وضمن معايدات وزيارات حكومة ولاية الخرطوم للرموز الاجتماعية وقيادات المجتمع قام وان الخرطوم المكلف الأستاذ أحمد عثمان حمزة بزيارة للسلطان أحمد دينار سلطان دارفور قدم خلالها تهانيه بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك وتم في اللقاء بحث عدد من القضايا المتصلة بالشأن العام والمرتبطة بولاية الخرطوم وردق النسيج الاجتماعي وتحقيق الاستقرار وقال الوالي أن الزيارة تأتي ضمن سلسلة لزيارة الحكومة حكومة ولاية الخرطوم في إطار التواصل مع قيادات المجتمع ورموزه لتهنئتهم بعيد الفطر المبارك وشاد الوالي بالدور الكبير الذي تلعبه الإدارة الأهلية على مر التاريخ وذكر أن السلطان علي دينار رمز وبطل سوداني إسلامي كسى الكعبة وحمى الحجاج في حقبة ماضية من التاريخ تمكنت قوات الدفاع بالتنسيق مع الجهة المختصة بمحالج كساب وتعاون المواطنين من إخماد حريق هائل شب في حضيرة القطن الزهرة أوضح المهندس فتحي محمود جسم السيد مدير محالج كساب للحلج والتزغيب أحد شركات معاويا البرير أن الخسائر قد انحصرت في القطن الزهرة غير المحلوج حيث بلغ حجم الخسائر حوالي 2.5 ألف قمطار من القطن ما يعادل 2.5 ألف جوال قطن كبير من قطن الزهرة غير المحلوج أشار إلى أن سبب الحريق مجهول لافتا إلى أن إدارة المحلج قامت بفتح بلاغ ضد مجهول واتصلت بشركة التأمينات المتحدة مبينا أن المحالج مؤمنة ضد الحريقة استقر استقر سعر الدولار الأمريكي في السودان اليوم الأحد بحسب الأسعار الرسمية التي أعلنها بنك السودان المركزي بينما ارتفع في السوق السوداء وكان بنك السودان المركزي أصدر منشورا خاصا بشراء وبيع موارد النقد الأجنبي سمح بمجيبه للمصارف بشراء موارد النقد الأجنبي بسعر صرفها المعلن كما تشمل النقد عبر الكوانتر والشيكات السياحية وما في حكمها وبحسب قائمة أسعار بنك السودان المركزي وصل سعر صرف الدولار الأمريكي في السودان للشراء إلى 447.50 جنيه السوداني بينما وصل سعر البيع إلى 449 جنيه السوداني لكل دولار لكن في السوق السودان خفض سعر الدولار اليوم ووصل إلى 568 جنيه سودانيا للشراء و572 جنيه للبيع وقف المهندس دول بيت عبد الرحمن وكيل وزارة الرئي والموارد المائية الوزير المكلف على أعمال صيانة الصيفية لقنوات الرئ والتكسية الحجرية وصيانة الأبواب بقنوات الرئ بمشروع الجزيرة فيما أعلن في تصريح صحفية برنامج الصيانة والتأهيل يستهدف عشر مواقع بمشروع الجزيرة عبر الموارد الذاتية للوزارة بواسطة مؤسسة أعمال الرئ لضمان رئ محاصيل العروة الصيفية وشتوية وأكد اكتمال استعداد وزارته لفتح المياه لبداية الموسم الزراعي الجديد في 25 من مايو الجاري بمشروع الجزيرة ولفت إلى أن كلفة الصيانة الصيفية تمثل أن عملية الصيانة الصيفية هدفها تنفيذ أعمال الحماية لجسور الترع الرئيسية مؤشرا إلى أن خطة إدارته للعام 2022 تستهدف صيانة القناطر الكبرى والصغرى والأعبال المدنية وصيانة الأبواب والمنشآت وتأهيل وصيانة الأبواب والمصارف وإزالة الأطماء والحشائش ومعالجة المناطق التي شهدت صعوبات بالنظم والمعايير الفنية في الصيانة دعيا إلى إدارة المشروع الجزيرة لمد إدارته بالمساحات المستهدفة للعروة الصيفية أكد الباش مهندس الهاد الصادق مدير عام وزارة الإنتاج والموارد الاقتصادية بولاية سنار للعمل في فتح المسارات الرئيسية وسط المشاريع الزراعية بالقطاع المطري بالولاية سيبدأ خلال الأسبوع المقبل معشيرا إلى أن اللجنة عرضت الميزانية لتمويل متطلبات التنفيذ من وقود وإعاشة وتأمين هذا وأوضح في تصريح صحفي أنه قد تم التعاقد مع شركة الطرق والجسور لتنفيذ وتخطيط المسار مع الاستعانة بإدارة المساحة العسكرية بالخرطوم للمشاركة في تنفيذ برنامج فتح المسارات وتخطيط الأراضي المطرية خارج التخطيط مشيرا إلى الترتيبات اللازمة لعمل أتيام ومباشرة العمل الميداني قبل حلول الخريف هذا وأضاف الهادي أن فتح المسارات فيه جانب أمني واجتماعي واقتصادي حيث يمنع الاحتكاك بين الرعاة والمزارعين وتسهيل حركة الحيوان وربط المسارات بالولايات المجاورة قام المدير العام لشركة الخطوط الجوية السودانية الكابتن إبراهيم علي أبو سن بزيارة تفقدية لمطار الخرطوم للوقوف على سير العمل في إدارة المناولة الأرضية وأتوقع أن يبدأ العمل الذي يشمد سيارات الدفع الخلفي للطائرات الأسبوع القادم وتقرر استجلاب المزيد من المعدات الأرضية الحديثة وعلى ذات الصعيد أصدر المدير العام لسودانين قرارا قضية بتعيين حجازي بكر عثبان الخبير مديرا لإدارة خدمات المناولة الأرضية والجدير بالذكر أن الخطوط الجوية السودانية تشهد ثورة كبيرة خلال الفترة الأخيرة التي شهدت تولي الكابتن أبو سين الإدارة حيث ظلت رحلتها إلى القاهرة تحقق إقبالا كبيرا فيما لجحت إدارة الشحن الجوي في أحداث عدد من الاختراقات الإيجابية أوضح دكتور أحمد الشريف محمد الناطق الرسمي باسم وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي في إشارة للبعلومات التي تم تدولها في الأيام الفائتة حول تراجع وزارة المالية عن تنفيذ الهيكل الراتبي لوزارة التعليم العالي إلى أنه تم رفع الدعم المقدم في ميزانية التعليم العالي من 36 مليار جنيه في ميزانية العام 2022 إلى 80 مليار جنيه بالاتفاق مع وزارة التعليم العالي وقال الشريف أنهم سددوا الدعم لشهر أبريل بالكامل لافتا إلى تأكيد الوزارة التزامها بتنفيذ الهيكل الراتبي وتنشد كافة الأجهزة الإعلامية ومنصات التواصل الاجتماعي توخي الدقة في النشر وإن أبواب الوزارة مفتوحة أو بالرجوع لمصدر الخبر لصحة المعلومة في مثل هذه الأنباء فيما قر اقتصاديون بأن القطاع الصناعي في السودان تواجه الكثير من المشاكل والمعوقات أدت إلى تدهور القطاع وتوقف عمل الكثير من منشآته مؤكدين أن القطاع الصناعي يعد من أهم القطاعات وصولا للنهضة الاقتصادية أكد المحلل الاقتصادي إبراهيم محمود لقناة البلد وجود العديد من التحديات والمعوقات التي تواجه المنشآت الصناعية مع تجاهل التطور الاقتصادي الحقيقي الذي يجب أن يمر به الاقتصاد هذا وحدد ذلك بتكوين ثلاثة قطاعات مترابطة متمثلة في القطاع تمرت بها التنمية الاقتصادية في السودان وأثارها على التنمية بصورة عامة ولفت إلى أن آخر احصائية للمصانع الموثقة والموجودة في البلاد العاملة منها والمتوقف كانت قبل تنوات طويلة وقامت بها وزارة الصناعة وأشر إلى توقف العديد من المصانع عن العمل للزيادات في سعر صرف العملة والتي تعتمد عليها الصناعة لشراء مدخلات الانتاج وقطاع الغيار الكهربائي والبياء والتغيير في أسعارها من وقت لآخر سجلت تسعار الأراضي والعقارات في السودان انخفاضا كبيرا قدرها مختصون بنسبة 30% عز أصحاب مكاتب عقارات وسماسرة الانخفاض إلى تراجع الطلب فضلا عن شح السيولة وانعكاس الأوضاع السياسية والاقتصادية التي تعيشها البلاد على مختلف القطاعات بما فيها سوق العقارات وقال مزمي العبدالله وكيل أحد الفنادق أن الطلب تراجع على الشقق المفروش والفنادق والفنادق ذات الأجور الضئيلة بوسط الخرطوم وأرجع مزمي العزوف الزبائن عن إيجار الفنادق والشقق في قلب الخرطوم إلى الراهن السياسي والتعقيدات الأمنية التي أصبحت تحيط بوسط الخرطوم من مواكب وغلاقات وما ظل يصاحبها من ردود أفعال من قبل الأجهزة الأمنية وأردف منذ فض اعتصام القيادة العامة في العام 2019 حدثت حالة من الركود في سوق الفنادق وقال الآن منطقة وسط الخرطوم أصبحت طاردة ممن عكس سلبا على عمل الشقق الفندقية غير أن هجرة الزبائن إلى أطراف الخرطوم جعلت بعض الإدارة إلى التفكير بشكل جدي لإنشاء شقق بديلة وموازية في أحياء طرفية موسيقى وجه المدير العام لوزارة التنمية الاجتماعية بولاية الخرطوم صديق حسن فريني بتمليك شرائح فاقد السند مشروعات انتاجية من صندوق التمكين الاجتماعي التي يملكها للأسر والشرائح الضعيفة والمتعففة دعيا إلى ضرورة سد الفجوات والخلل القائم بالدور الإيوائية بأشخاص يتملكون مهارات خاصة في التعامل مع نزلاء هذه الدور لمزيد من التجويد والتحسين في الأداء بعمل تدريبية للأمهات البديلات بدار الطفل اليتيم بالميغومة لسقل مهاراتهن في التعامل مع الأطفال فقد السند حتى ينعم الأطفال بحياة تخلو منها الوصمة الاجتماعية والدونية في التعامل وتساعد في الدمج المجتمعي جاء ذلك خلال لقائه صباح اليوم بعدد من مدراء الإدارات العامة برئاسة الوزارة ومناء المجالس والهيئات الخارجية ضمن برنامج معايدة عيد الفطر المبارك دعين العاملين بالوزارة بمضاعفة الجهود لخدمة الشرائح الضعيفة والمتعففة ممتدحا دور اللجان طوارئ العيد في تلبية احتياجات دور الإيواء وسد الفجوة خلال عطلة عيد الفطر المبارك في أجان الرياضية المحلي أبدال بورتغالي جواو موتى المدير الفني للهلال سعادته بالفوز على الخرطوم الوطني بربعية في الدور السوداني الممتاز لكنه انتقد أرضية استاذ عطبل الذي استضاف المبارك قال موتى في تصليح نشرته صفحة النادي الصفحة النادي الرسمي على فيسبوك صباح أمس المهم بالنسبة لنا أن يفهم أن يفهم جميع عناصرنا أن الضغط يبدأ من منطقة الخصم هذا وأضاف نحمد الله أننا سنغادر هذا الملعب استاذ عطبل الذي يتضرر منه اللعبون بسبب سوء أرضيته وأتم الهلال كالعادة يلعب من أجل الفوز فقط وغير قلق من المباريات المقبلة في الدور الممتاز وثقة لا محدودة في جميع اللعبين أكملت لنت تطبيع نادي الهلال ضبط وترتيب إجراءة الجمعية العمومية لإجازة مقترح النظام الأساسي الجديد ذلك في مكان جديد عن مكان الجمعية السابقة التي كانت لذات الغرض لكنها فشلت أكمل المسؤولين بنادي الهلال حجز قاعة الصداقة بالخرطم لنعقاد جمعية مقترح النظام الأساسي المقرر لها من الثامن والعشرين مكان الجديد لعقد جمعية مقترح النظام الأساسي لسهولة ضبط عملية دخول أعضاء الجمعية العمومية وأكدت لنت التطبيع بالنادي على تأمين مكان الجمعية من خلال الاستعانة بقوة شرطة فيما يواصل عمرو جمال وسيف تيري مهاجم فاركو التأهيل في أحد المراكز الطبية بالعاصمة القطرية الدوحة عقب إجراءهما جراحة الرباط الصريبي غادر تيري دعب المريخ السابق وفاركو حاليا للعاصمة القطرية منذ أيام قليلة للتأهيل حيث كان قد أصيب في مباراة المنتخب السوداني أمام المغرب بالتصفية المؤهلة لكأس العالم قطر للعام 22 إثنين واشيد ترجمة نانسي قنقر